الفوز دي اللي نهضة بركان بكأس الكاف وجن بعده فوز فريق الوداد البيضاوي كأس أصبت الأبطال في انتظار طبي الحل السوبر كوب مغربي غادي بقى على كل حال الشي ما جاش عن عبات او عن عفوية وانما جاء بعدها تضافر الجهود ديال الطاقم الاداري واللعبين والطاقم الطبي وكذلك الجهودات اللي كتقوم بها الجامعة الملكية المغربية في شخص فوزي القجاة طبي الحال هاد الفوز النهضة بركان وفوز الوداد غادي زيد ديعته واحد قيمة مضافة الكورة الوطنية احنا عدنا طبي الحال واحد اللمعا عن المستوى السياسي وده بغنزيده اللمعا اخر وباريق اخر ومكانة اخرى على المستوى الرياضي وبهذا المناسبة كان نستحضرت واحد صريح كان ديالابيف فوزي القجاة رئيس الجامعة الملكين غير بركورة القدم فلوقت المباشرة بعد فوز الوداد لان كانت بلغات كتيرة جات من الاشقاء المصريين سواء كانوا لاعبين او اعلام كان قلب الحرف فوزي القجاة بانه انتهازم الفساد والظلم في افريقيا لان اللي ما كانش كيخلي الاستمرارية والعطاء ديال فورق ديالنا هو هاد هاد كان عمام اخرى ولكن حتى الفساد دي كانت كتعرفوه طبي تحل الكواليس ديال ديال الكاف كان هناك فساد كان هناك ظلم على مستوى التحكيم وغيره من الاشياء والكورة الوطنية دائما كانت كانت كتعرض للظلم المنافسات القارية قبل ما تسترجع الباريق ديالها وتضعف سكة طبيعية ديالها الفورق الوطنية دايما ما كانش كتت كانت كتتقصى دايما في الادوار تمهيدية واحتى لمشات بعيد ديالها في الادوار الربوع النيائي والان بالفوز ديالنا دا تبار كان في الكاف والفوز ديال الفريق الويداد البيضاوي في سيبير كوب طبيعي الحال هاد الفوز تنائي ديالها الفورق المغربية غادي يزيد يرجع الكرة الارضية الرياضة الوطنية وكرة القدم سيفة خاصة الموضع ديالها الطبيعي والمصادر لها الطبيعي وتحضب واحد مكانة في المتضم الافريقي نرجعو لاستمرارية بطبيعي الحال علاش هاد ما نستغلوش حنايا هاد الفوز ديال البركان والفوز ديال الويداد في كأس رصبة الابطال ولو بما انتظروا كذلك هاد يكون فارش مغربي في سيبير كوب اما بركان اما الويداد علاش ما كان نستغلوش لان الجواب صحيح باش نستغلو بطبيعي الحال هاد السمرارية وهاد الفوز خاص الفراق ديالنا بطبيعي الحال تحاول تجيب لعابة في المستوى بعبارة اخرى دير تعاقدات مع لعبين كما كن في جميع الدول تعاقدات مع لعبين متميزين سواء في البطولة الوطنية او في البطولة القارية وتوفر لهم الشروط ويكون طبيعي الحال مدريب كفء مدريب متمرس مدريب عراكم تجريبة وعنده طبيعي الحال مكانة دياله في الساحة الافريقية او في الساحة الدولية هاد وليك يضمن الاستمرارية اما باش نقاوم معولين على هاد الفريق لا فالفريق عنده واحد الاجهل معين اللاعبين كي تقدموا في السن كي يبقى واحده لا جوجل يقدروا يسيروا اذا حان الوقت للتعاقد مع لعبين اللي عندهم مكانتهم وبإمكانهم عدوا واحد القيمة المضافة على المستوى الوطني البطولة الوطنية او نجيبوا لعبين طبيعي الحال من فرق اخرى باش تلاعبين متميزين اي موطن او القارين باش ينشطن الفريق بواحد ديماء اه جديد بطبيع الحال ونظام الاستمراري بطبيع الحال خاص بقال بقى ذاك الروح ديال الفريق تكون دائما بيكون واحد تلاحم بيكون واحد الجهاز الاداري لانه نتائج الاسمك تحقق الليلة كانت منظومة متكاملة فيها مدرب متمرس فيها لاعبين المتميزين اللاعبين اللي يضحيوا في وسط الميدان ومنتظمين في تداريب ديالهم وجمهور وراءهم جمهور من تكلموش عليه بصراحة بصراحة هاد الفوز ديال البركان والفوز ديال الوداد اللاعب في الجمهور واحد واحد دور كبير وهدي بشهادة بطبيع الحال الخبراء الرياضين وشهابات لعبين قدامه ديال الاستمراري ديال هاد واستغلال هاد الفوز ديال الوداد والفوز البركان باش نضمنوه خاص تعاقد كما قد مع لاعبين وخاص تعاقد مع مدربين في المستوى ونحاول نفكره في المدرسة المدرسة هي المشتل باش يكون هناك واحد المزاوجة بين لاعبين اللي راك مجربة وبين كذلك ما تنتجه المدارس الوطنية الرياضية من لاعبين نقول الامترار كثيرة في صوفه في الوداد الطاوي الحال اشتركوا في القناة